السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بطلاب المرحلة الثانوية السنة الأولى المشتركة في مادة التفكير الناقد معكم الأستاذ طلال المهباش ومترجم لغة الإشارة الأستاذة نسرين النصار نأخذ آخر قسم من درس الوعي بالمغالطات الاستقرائية دعونا نتذكر ما تعلمناه في الدروس السابقة قبل أن نكمل هذا الدرس أولاً نتذكر الأهداف أبين معنى المغالطات غير الصورية أستنتج أسباب مغالطات الاستقراء أحلل بعض المغالطات المتكررة في الحياة اليومية أتدرب على الكشف عن المغالطات في النصوص والأمثلة المختلفة قبل أن نكمل درسنا لهذا اليوم دعونا نتذكر ما تعلمناه في الجزء الأول أو القسم الأول والثاني والثالث في الدروس السابقة نتذكر بعض المغالطات التي درسناها مغالطة الشخصنة التجريح الشخصي وهي يقصد بها الطعن في شخصية صاحب الحجة بدلاً من تفنيد كلامه أو تحليل رأيه أو مناقشة حجته سوف يأتينا سؤال بإذن الله تعالى عن هذه المغالطات وتعريف هذه المغالطات نكمل مغالطة تسميم البئر تقع هذه المغالطة حين تقدم معلومات سلبية سلفاً لا علاقة لها بالحجة كي ننزع عنها مصداقيتها إذن تقع هذه المغالطة تسميم البئر حين تقدم معلومات سلبية سلفاً لا علاقة لها بالحجة كي ننزع عنها مصداقيتها مغالطة الإحراج الزائف الورطة الكاذبة التي دربنا عليها في الدروس السابقة تنشأ هذه المغالطة نتيجة محاولة إجبارنا على الاختيار بين بديلين فقط بينما تكون الاختيارات المتاحة في الواقع أكثر من ذلك وضربنا أمثلة عليها تقول أما أن تكون معي أو مع الظالم مثلا هذه هي مغالطة الورطة الكاذبة نكمل مغالطة السؤال المشحون أي الملغوم السؤال المشحون مغالطة يلجأ إليها بعضهم من خلال وضع فروض مسبقة غير مسوغة وغير داخلة في التزامات الخصب وتضمينها داخل سؤال واحد بحيث إن أي جواب مباشر يعطيه المجيب يوقعه في الاعتراف بهذه الفروض وسنتدرب عليها اليوم بإذن الله أيضا مغالطة الكلمات الملغومة المشحونة جميع هذه المغالطات تدربنا عليها وتعلمناها لكن للتذكير مغالطة الكلمات الملغومة المشحونة إذن السؤال المشحون الآن الكلمات المشحونة لا تتعلق بالأسئلة ولكن بالألفاظ المشحونة التي تحمل أكثر من معنى مغالطة رجل القش وهي من المغالطات المشهورة جدا تتلخص في لجوء أحد الأطراف عندما لا يستطيع الرد على حجة قوية أو حجة الطرف الآخر القوية إلى إعادة عرض الحجة الطرف الآخر وصياغتها وتزييفها أو تغييرها أو تحريفها أو تبديلها مغالطة الاحتكام إلى الشهرة أو تأثير الأشخاص ويقصد بها محاولة تسويغ نتيجة الحجة بالاعتماد على قوة أشخاص معينين وتأثيرهم في مجالات متباينة اقتصادياً أو رياضياً أو فنياً مثلاً قال الشخص الفلاني صاحب منصب أو صاحب شهرة وهو غير متخصص في هذا المجال مثلاً هذه مغالطة الاحتكام إلى الشهرة أو تأثير الأشخاص نأتي إلى آخر مغالطة تعلمناها في دروس السابقة مغالطة الاحتكام إلى القدم الاحتكام إلى القدم يجعل من عمر الفكرة معياراً لصوابها ومن مجرد قدمها دليلاً أو قدمها دليلاً على صحتها وصورتها سين قديم يعني أو إذن سين ناجح ليس كل قديم ناجح الآن نكمل درسنا لهذا اليوم لدينا مغالطة جديدة مغالطة الاحتكام إلى التهديد قبل أن نقرأ دعوني أضرب لكم مثالين بسيطين عندما تقول لأخوك أو ابنك مثلاً إذا لم تأتي بدرجات أو إذا لم تحصل على درجات مرتفعة فلن أشتري لك سيارة أو يقول شخص آخر إن لم تحصل على درجات مرتفعة لن تستطيع دخول التخصص الذي ترغبه هل يوجد فرق بين المثال الأول والثاني؟ سنشاهد الآن مغالطة الاحتكام إلى التهديد المقصود بهذه المغالطة اللجوء إلى التهديد والوعيد من أجل إثبات زعم لا يتصل منطقياً بالفعل القوة أو التلويح باستخدامها ليس حجة مكمن الخلل في الاحتكام إلى التهديد هو التخلي عن الإقناع العقلاني مثال ينبغي أن توافق على المشروع الجديد للشركة إذا كنت تريد أن تحتفظ بوظيفتك يوجد تهديد مثال أريد أن أتغيب عن الحضور مدة ثلاث أيام وسوف نتحدث في هذا الموضوع بعدما أنتهي من زيارة والدي مدير المدرسة هذا مغالطة أيضاً في نوع من التهديد مثال يسأل طفل والدته لماذا يجب علي أن أحصل على درجات مرتفعة في الاختبار فتجيب لأنك إن لم تحصل على درجات مرتفعة لن تسافر معنا ولن نشتري لك الدراجة التي طلبتها يعد هذا الأمر تهديداً بالعقاب وليس دليلاً على ضرورة تحصيل الدرجات المرتفعة نكمل لدينا ملحوظة أحياناً لا يعد تهديد أو التذكير بالخطر مغالطة منطقية حين تكون له صلة مباشرة بنتيجة الحجة أو حين يكون الخطر هو نفسه موضوع الحجة بل يعد حجة منطقية سليمة كان أقول إذا لم نحد من كمية الإنبعاثات الكربونية الضارة فإن البيئة ستتدهور إذن هذه جملة صحيحة وسيؤثر ذلك سلباً في صحة الإنسان إذن هذه مغالطة أو جملة صحيحة؟ جملة صحيحة مثال على التهديد ولا يعد مغالطة إذا لم تدرس جيداً وتحصل على مجموع مرتفع فلن تستطيع دخول الكلية التي تفكر بها إذن يجب أن نفرق بين التهديد وبين الحجة الصحيحة إذا قلنا في المثال الذي ضربته لكم في المثال الأول إن لم تحصل على درجات مرتفعة لن أشتري لك سيارة هذا تهديد والمثال الثاني الذي ذكرته لكم إن لم تحصل على درجات مرتفعة لن تستطيع دخول التخصص الذي ترغبه وهذا جملة أو حجة منطقية جداً وليست مغالطة مغالطة الاحتكام إلى الشفقة التوسل بالشفقة دعونا نقرأ تكمن في محاولة تسويغ الحجة بالاعتماد على إثارة الشفقة والعاطفة وليس على الحجج والشواهد المحكمة أو المحكمة أمثلة أقارن بين المثالين الآتيين بحسب تعليق المشرف الأكاديمي على البحث المقدم من الطالب سين الذي استغرق عشرة أيام في إعداد البحث المطلوب فإن الطالب سين يستحق تقديراً ممتازاً لماذا؟ لأنه اعتمد في إنجازه على مصادر ومراجع عربية وأجنبية حديثة وكتبته بطريقة منهجية علمية صحيحة معتمداً على معايير تدقيق وتقويم البحوث العلمية نركز في المثال الثاني لقد أمضيت ساعتين فقط في إعداد البحث المطلوب ولم أستخدم أي مراجع وكتبته بخط سيء لا يقرأ ولكن أنا ظروفي صعبة لأني رسبت في العام الماضي ولدي عدد من المشكلات الصحية إذن أنا أستحق تقدير ممتاز في المثال الأول لا يعد مغالطة بل حجة قوية أما المثال الثاني فهو نموذج لمغالطة الاحتكام إلى الشفقة الأمثلة التالية توضح مغالطة الاحتكام إلى الشفقة إن المتهم بالسرقة الماثل أمامكم بريء من التهمة الموجهة إليه فهو عاطل عن العمل منذ سنتين ولديه تسعة أولاد بعضهم يعاني مشاكل صحية كبيرة ولا يستطيع الإنفاق عليهم هذه مغالطة التوسل بالشفقة مثال لا بد أن توافق على اختيار المرشح سين لعضوية المجلس لأنه مصاب بأمراض مزمنة وفي وضع الصحي خطر وقد يكون في مراحله المتأخرة مثال أيها الضابط من فضلك أعلم أنني كنت أسير بسرعة 150 كيلو مترا في الساعة في منطقة مسموح فيها السير بسرعة 70 كيلو مترا في الساعة لكنني لا أستحق مخالفة لتجاوز السرعة لقد مررت بأسبوع صعب جدا بالأمس حصلت على انذار من مديري في العمل ويوم الاثنين الماضي أصيبت ابنتي الصغيرة بتسمم غذائي ليس له علاقة بالقضية فهذا من مغالطة التوسل بالشفقة أفهم وأحلم في ضوء مراجعتك لدرس المغالطات أجب مع مجموعتك عن الأسئلة الآتية السؤال الأول أو الفقرة الأولى استخدم حصيلتك اللغوية في وضع تعريف لمغالطات الاحتكام أو التوسل الاحتكام إلى الشهرة الاحتكام إلى الشفقة الاحتكام إلى التهديد الاحتكام إلى القدم راجعنا قبل قليل جميع المغالطات المذكورة في السؤال بإمكانك عزيز الطالب الرجوع إلى تعريف المغالطات التي ذكرناها قبل قليل وقراءتها بشكل جيد ومن ثم أيضاً تستخدم حصيلتك اللغوية وتضع تعريف لمغالطات الاحتكام أو التوسل الاحتكام إلى الشهرة الاحتكام إلى الشفقة الاحتكام إلى التهديد الاحتكام إلى القدم نأتي إلى الفقرة التي تليها ميز بين المغالطات في الأمثلة الآتية ثم انسبها إلى إحدى المغالطات الآتية نقرأ الشخصنة ميز بين المغالطات في الأمثلة الآتية ثم انسبها إلى المغالطات سيأتينا أسئلة عليها الشخصنة مغالطة تسميم البئر مغالطة الورطة الكاذبة والسؤال المشحون الألفاظ المشحونة رجل القش الاحتكام إلى القدم الاحتكام تعلمنا اليوم إلى الشفقة والاحتكام إلى التهديد أيضاً تعلمنا اليوم والاحتكام إلى الشهرة وتأثير الأشخاص الفقرة التي تليها أفهم وأحلل أما زلت تتنمر على أبناء جيرانك الآن نعود بشكل سريع ونقرأ لمدة عشر ثواني لكي نستطيع الإجابة على الفقرات التالية نقرأ الفقرة التي تليها أما زلت تتنمر على أبناء جيرانك ما رأيكم؟ من أي نوع من أنواع المغالطة التي قرأناها وتعلمناها وراجعناها قبل قليل إذا قال شخص لك أما زلت تتنمر على أبناء جيرانك من يحاول الإجابة؟ نحاول أحسنتم من أيضاً؟ نفكر قليلاً ما رأيكم؟ أحسنتم أحسنتم نقول السؤال المشحون السؤال المشحون هذه مغالطة السؤال المشحون الفقرة التي تليها انظر إلى طريقته في نطق الحروف وملابسه غير الأنيقة هل تظن أن شخصاً بمثل هذه الهيئة يستحق أن نثق بفكرته الاقتصادية في هذا الموضوع المهم؟ ما رأيكم؟ عندما يقول شخص ونسمع في أحيان كثيرة بعض هذه الجمل أو مشابهة لها وهذه من أنواع المغالطات ما رأيكم؟ من أي نوع من أنواع المغالطات هذه الجملة؟ أحسنتم ممتازين تسميم البئر أحسنتم الفقرة التي تليها أحد الوالدين يقول لمدرب كرة القدم في المدرسة الثانوية أعترف أن ابني لا يمكنه الركض أو تمرير الكرة بصورة جيدة ولا ركلها بقوة لإحراز الأهداف وهو يكره حراسة المرمى لكنه يستحق الانضمام إلى فريق كرة القدم لأنه إذا لم يشارك في الفريق فسوف تنخفض روحه المعنوية وقد يرسب في الإختبار تعلمنا هذه المغالطة اليوم قبل قليل سهلة جدا واضحة أحسنتم أحسنتم سهلة جاء واضحة وهي مغالطة التوسل بالشفقة والعاطفة التوسل بالشفقة والعاطفة طيب نكمل الفقرة التي تليها لماذا أرغمت أخاك على تغيير تخصصه نقول هي مغالطة السؤال المشحون الفقرة التي تليها لماذا رجل الأعمال أو رجال الأعمال أقل اهتماما بالصالح العام من غيرهم من فئات الشعب ما نوع المغالطة لماذا رجال الأعمال أقل اهتماما بالصالح العام من غيرهم من فئات الشعب من يجيب أيضا من يقول أنه السؤال المشحون من يقول أنه تسميم البعر طيب نقول هو السؤال المشحون أحسنتم السؤال المشحون الفقرة التي تليها مساء الخير أيها المشاهدون الأعزاء معكم بطل العالم في الملاكمة أقول لكم إن أفضل معجون أسنان في الأسواق هو معجون سين لقد جربته بنفسي سارع لشرائه هذا الشخص مشهور هو بطل العالم في الملاكمة ولكن ينصح بشيء غير تخصصه أو في غير تخصصه ما نوع المغالطة أحسنتم سهلة جدا وهي مغالطة الاحتكام إلى الهيمنة والشهرة والنفوذ أحسنتم الفقرة التي تليها من أنت حتى تعرف أكثر من فلان عندما يأتي أحد ويقول هذه العبارة من أنت حتى تعرف أكثر من فلان من الناس في هذه الفقرة هنا يوجد مقصدين لو تكلمنا عن المقصد الأول وقلنا أن هذا فلان كبير في السن يختلف نوع المغالطة عندما نقول ماذا شوفوا أنه فلان من الأجداد وإذا كان يمثل شخصاً دا نفوذ أو شهرة فهي مغالطة الاحتكام إلى الشهرة إذن الاحتكام إلى القدم إذا كان هذا الشخص كبير عمر وليس لديه خبرة في الموضوع لكن لو كان لديه خبرة فلا تعد مغالطة إذا كان خبير في نفس المجال أما إذا كان يمثل شخص ذا نفوذ وشهرة فهي مغالطة الاحتكام إلى الهيمنة أو الشهرة الفقرة التي تليها يقول شخص أين خبأت كتاب زميلك أحسنتم واضحة جداً السؤال المشحون الفقرة التي تليها أتؤمن أو أتعترف بالإنجاز العلمي أتؤمن أو أتعترف بالإنجاز العلمي الذي توصل له هذا السادج طيب أولاً هذه الجملة لا تصح لا تصح اجتماعياً لكن لو سمعنا مثل هذه الجملة يوجد بها نوع من أنواع المغالطة ما رأيكم؟ السؤال المشحون سأقرب لكم السؤال المشحون أو تسميم البئر من يقول السؤال المشحون يرفع يده؟ أو من يقول تسميم البئر أيضاً؟ طيب هي السؤال المشحون أحسنتم السؤال المشحون طيب كيف تفسر الفقرة التي تليها؟ كيف تفسر حقيقة القدرات الخارقة عن بعد التي يمتلكها بعض الناس؟ أيضاً نقول السؤال المشحون أحسنتم قال المدير بعد أن أتهم بالرشوة والفساد لقد استخدمت هذا المبلغ لحاجتي لعلاج ابن المريض منذ مدة عندما كشف أمر هذا المدير برر وقال استخدمت هذا المبلغ لحاجتي لعلاج ابن المريض منذ مدة هنا يوجد مغالطة ما هي تلك المغالطة؟ واضحة جداً وتعلمناها اليوم وركزنا عليها أحسنتم التوسل بالعاطفة والشفقة هي التوسل بالعاطفة والشفقة نقول أو تقول هذه الفقرة يقول طالب لأستاذه أعلم أنني لم أحضر نصف حصصك الدراسية ورسبت في جميع اختباراتي لكن الفصل الدراسي كان صعباً بحق أولاً توفى جارنا الذي هو في مقام والدي وحصل لصديقي حادث سير ومع كل ما مررت به في هذا الفصل الدراسي أعتقد أنني يجب أن أحصل على أعلى تقدير نقول نفس ما سبق هو التوسل مغالطة التوسل بالعاطفة والشفقة الفقرة التي تليها هل تؤيد النظام الجديد للشركة الذي يجلب الخير للجميع وهذا السؤال تحديداً تكلمنا عنه في الدروس السابقة أو هذه الفقرة هل تؤيد النظام الجديد للشركة الذي يجلب الخير للجميع وأجبنا عنه من يتذكر؟ أحسنتم أجبنا عنه في الدروس السابقة و قلنا أنه السؤال المشحول السؤال المشحول طيب هنا نتوقف و ننهي هذا الدرس و أتمنى أن أكون قدمت لكم الفائدة و أراكم في دروس قادمة و أنتم بخير و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته